دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا مشيرا إلى أن ألاف المدنيين يعانون من النزاع بين روسيا وأوكرانيا وخلال مؤتبر صحفي مع وزير الخارجي الروسي سيجري لفروف بموسكو قال جوتاريش أنه يجب العمل على فتح الممرات الأمنة وضمان سلامة المدنيين وإخراجهم من ماريو بول من جهته قال لفروف أن أوكرانيا تستخدم كساحة نزاع لمواجهة روسيا مشيرا إلى موافقة بلاده على طلب أمين عام الأمم المتحدة للحوار بشأن أوكرانيا كما شدد لفروف على أن موسكو تعمل بالتنصيق مع منظمات الأمم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا